هبتدي مع حضراتكم الحقيقة بتهنئة تقدم بيها المهندس سيفي الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة السادات الوطنية والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة التهنئة دي طبعا كانت لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب ولكل عضاء الجماعية العمومية والجماهير النادي الأهلي العظيمة بالفوز المستحق اللي حققوا النادي الأهلي ببطولة السوبر الإفريقية عشان زي ما قلت لحضراتكم يضيف لدولاب بطولاته بطولة كبيرة الحقيقة أنه الوزيري ومرجان أشهدوا بشكل كبير بأداء لعبة النادي الأهلي في المباراة وإصرارهم الكبير لآخر لحظة على تحقيق الفوز وإسعاد جماهير النادي الأهلي ببطولة قرية جديدة وأكدوا الحقيقة في الوقت نفسه أنه في دعم كبير لفريق النادي الأهلي ولكل الفرقة المصرية اللي بتشارك في بطولات أفريقية ودولية عشان نواصل مسيرة الإنجازات اللي بتحققها الرياضة المصرية كمان مجلس إدارة شركة استادات الوطنية كان حريص الحقيقة وتكلم على تتويج النادي الأهلي باللقب ده بيضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية اللي حقيقة في الفترة الأخيرة بتشهد طفرة في كافة اللعبات سواء جماعية أو فردية وده بيعكس بشكل واضح جدا اهتمام الدولة طبعا بملف الرياضة ترجمة نانسي قنقر